هذا ولم تفلح تشكيلة الحكومة الجديدة في تهدئة فورة المحتجين الذين رفعوا من حدة خطابهم مطالبين برحيل الرئيس المصري دعينا إلى تظاهرة مليونية غدا لإثبات أن حجم المتظاهرين حاليا لا يعكس قوة ولا عمق الحركة الاحتجاجية في اليوم السابع إذن بدى العلاج بالحكومة المشكلة عاجزا عن امتصاص النقمة المتنامية وبعيدا عن تسكين الصداع الخارج من ميدان التحرير صداع أكد الجيش المصري أنه لم ولن يستخدم القوة لتسكينه إن حرية التعبير بالطرق السلمية مكفولة للجميع ثانيا عدم الإقدام على أي عمل من شأنه الإخلال بأمن وسلامة الوطن وتخريب المصالح العامة والخاصة ثالثا إن إقدام فئة من الخارجين على القانون بترهيب وترويع المواطنين الآمنين أمر غير مقبول ولن تسمح القوات المسلحة به أو بالإخلال بأمن وسلامة الوطن رابعا حافظوا على مقدرات وممتلكات شعبكم العظيم وقاوموا أعمال تخريبها سواء كانت عامة أو خاصة خامسا إن القوات المسلحة على وعي ودراية بالمطالب المشروعة للمواطنين الشرفاء